حكومة العهد الجديد إنجازات وليست خيبات افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله اليوم تدخل الكويت مرحلة جديدة من مسيرتها الديمقراطية المميزة بعد انتخابات نيابية أثبت فيها الكويتيون وعيا شعبيا كبيرا فحسب النواب الفاسدين بأن أسقطوهم وكذلك من كان ولاؤهم لغير وطنهم من الطائفيين الذين سعوا إلى بث التفرق في المجتمع لا شك أن التغيير الكبير يجب أن لا يقف عند حدود الشكل والوجوه بل يجب أن يكون تغييرا في المضمونة الشعي كي تطوى معه صفحة الشعارات الشعبوية ويستنفر الجميع لمواجهة تحديات كثيرة تستوجب التعاون والتعاطي مع جملة ملفات بروح المسئولية الوطنية فلا نعود إلى المربع الأول من الفشل المزدوج أكان من مجلس أمة هيمنة على الفصل التشريعي السابق منه نزوات بعض من ينظرون إلى نصف الفارغ من الكأس ولا يرون المصلحة الوطنية الحقيقية أو من سلطة تنفيذية لم تكن بمستوى تحديات المرحلة ثمت الكثير من الملفات الواجب العمل عليها بين السلطتين أولها الاقتصاد والخروج من نفق التراجع أكان في التصنيف الاقتماني أو المال السيادي والانكماش الناتج عن سوء معالج التبعات أزمة جائحة كورونا أو فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي جرى تجميدها ومعالجة الوضع الإسكاني بطريقة علمية وليس بارتجالية صورت الكويت أنها دولة منغلقة وغير مؤهلة للسير مع التطورات العالمية بطبيعة الحال إن مثل هذه الملفات لا يمكن أن تخضع للابتزاز والمساومات كي لا تتكرر مأساة وزيرة الأشغال السابقة جينان بو شهري التي لخصت واقع الممارسة النيابية بقولها في ختام استجوابها الشهير من على هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق وأقف برأس مرفوع في مواجهة أصحاب النفوذ وأفتخر وأعتز بكل قرار تخذه للحفاظ على حق الدولة وقالت أفتخر بأن الذين يستجببونني هم نواب رفضت لهم مطالب غير محقة وأن تكون هذه الحادثة مناسبة لتصويب الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة وكذلك المجلس السابق الذي ظهر في لحظة سياسية أنه يخرق الدستور عبر زحفه على صلاحيات السلطات التنفيذية كل هذا يتطلب حكومة قادرة تدرك جيدا أن الشعبوية ليست في مصلحة الكويت وبالتالي عليها العمل على إعادة النظر في القوانين كافة التي أقرها المجلس السابق وأن تفرض رؤيتها فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحمل مال العام وتحسن التصنيف الاقتماني عبر زيادة عوائد الاستثمارات الاستراتيجية حكومة تستفيد من تجارب دول الخليج الأخرى الأخذ بالانفتاح مسارا للتطور والعصرنا وليس على المستوى الحكومي فقط بل في القطاع الخاص ومعالجة القرارات الخاطئة التي اتخذت ويجتم منها رائحة تكبيل هذا القطاع المطلوب سلطة تنفيذية تأخذ بإيجابيات تطورت من خلالها بعض دول مجلس التعاون وآخرها سلطنة عمان التي عدلت قانون العمل بما يتنسب مع متطلبات السوق وكذلك الإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية لا أن تقر قوانين عنصرية أو تضع تشريعات تعجيزية في مسألة التمويل والقرود فالجميع بات يعرف أن ما اتخذ من إجراءات في الأشهر الماضية أدى إلى خنق القطاع الاقتصادي الخاص وأفقار المزيد من الكويتيين المطلوب اليوم حكومة مستندة إلى الحق والأمانة في المواجهة والعمل بمعنى أنها سلطة تنفيذية حاكمة وليست خاضعة لأهواء نواب دخلوا قاعة عبدالله السالم إما على أجنحة القبلية أو الطائفية أو شراء الأصوات وهمهم الأول تحقيق مصالحهم الخاصة أو المصالح الفئوية ضيقة لمن انتخبوهم كما كانت الحال في المجلس السابق وأن لا تسمح بالعبث في أي ظرف كان ونتمنى أخيراً على صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد أن تتيح لهما مشغلهما المجال للتأمل بهذه الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر